النهاردة الحكومة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفي نقطة مهمة جدا كان خالد مبارح بيكلم حضرتكم في الخبر المتعلق بين مشروع المليون ونصف مليون فدام وبشكل عام التعدي على أراضي الدولة التعدي حتى على المشروع اللي لسه بيكتمل البنى على أرض زراعية وتبورها أو أنه أشتغل وحاول الأرض دي لمباني ومائي لأخروف فتجديد العقوبة كان شيء مهم محتاجين تعديل تشريع في هذه القصة فبالتالي الحكومة النهاردة وافقت على مشروع قانون متعلق بهذه التعديلات نصوا أنه هيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وغرامة ما تقلش عن خمسمائة ألف جنيه وما تزيدش عن مليون جنيه على كل موظف عام موظف كمان تعدى على أرض زراعية لأن بعض الموظفين هم اللي بيسهلوا هذا التعدي بيسهلوا طبعا مسألة الرشوة أو تسهيل بعض الأمور المخالفة للقانون فالمهم هيكون ده العقوبة على كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة أو فحيازة وقف خيري أو تبع لإحدى الجهات بزرعتها أو إقامة إنشاءات بيها أو شغلها أو الاندفاع بيها بأي صورة من الصور أو سهل ده لغيره بأي طريقة وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إنه استعمل محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة طبعا دي بعض العبارات القانونية هتكون ساعتها العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد وغرامة ما تقلش عن مليون جنيه وما تزدش عن اتنين مليون ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المتعدة عليه سواء من مباني بقى أو زرعات أو غيره مع إزالة ما عليه من هذه الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفع المهم خلاصة التعديلات اللي الحكومة وفقت عليها النهاردة وهتروح طبعا لمجلس النواب إنه هيتم تجديد العقوبة على أي موظف عام استغل وظفته أو سلطته في إنه يسهل الاعتداء على أراضي الدولة وحقوق الدولة وحقوق المصرين أولا وأخير